أهلاً أعزائي المشاهدين إحنا أجينا على أورشاليم القدس البلدة القديمة وأنا موجود على جبل الزيتون وبحب أكمل الموضوع اللي قاله يسوع في عزته على الجبل أنتم نور العالم قال يسوع أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يقيدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات طبعاً لما بيتكلم عن السراج هو السراج عبارة عن قنديل فيه فتل أو فتيل مع زيت هذا كان أسلوب الإنارة في داخل البيت لكن كل المنطقة ولسيما القدس معروفة في موضوع الإنارة فالهيكل كان موجود في مدينة القدس في داخل الهيكل في مكان اسمه القدس كان المنارة وسرجها السبعة التي تنير وطبعاً تتكلم طبعاً ترمز ليسوع وللكنيسة كانت موجودة في الهيكل وكان في الأعياد في أربع منارات كمان كانت بشعلوها في اليوم الأخير ودائماً المنطقة منيرة فهذا النور أحبائي هو المغزى في العهدين في العهد القديم وفي العهد الجديد أول جملة تكلم فيها الله قال وقال الله ليكن نور فكان نور وكان نور وفصل الله النور من الظلمة ففصل دائماً فيه فصل تام بين النور والظلمة وطبعاً الظلمة هي غياب النور ولاحظ هون المسيح يقول أنتم نور العالم في مكان آخر قال يسوع أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة أنا هو نور العالم ما دمت في العالم فأنا نور العالم أنتم نور العالم هون بيتكلم عن مكانة أبناء الملكوت بيتكلم عن أهمية رعاية الملكوت بيتكلم عن التأثير تأثير المؤمنين في الملكوت على العالم من حولهم وإن كانوا مضطهضين ومحتقرين لكن المؤمنين فعلاً هم ملح للأرض ونور للعالم لهم التأثير وأيضاً شهادتهم الحقيقة الحية الصالحة هي اللي بتعكس هذا النور للعالم حولنا الملح والنور يمثل القدرة الملح مثلاً على النفاذ والنور المقدرة على الإنارة الملح طبعاً محسوس والنور منظور فيعني لازم شخص يحس أو ينظر فلما بيقول المسيح أنتم نور العالم فنحن بالحقيقة إنجيل خامس الناس بتشوفنا والناس بتسمعنا والناس بتحس فينا وبتستطعمنا لأنه عم نعكس جمال وصورة المسيح على حياتنا أنتم نور العالم من ناحية أخرى إنها مسؤولية كبيرة عظيمة جداً وهذا ما عمل المسيح في حياة المؤمنين كنا قبلاً ظلمة وأما الآن فنور في الرب فالنور أحباء اللي بيتكلم أنتم نور العالم إنه نور المعرفة نستمد هذا النور من نور المسيح بنوره نرى نوراً كما أن القمر يستمد نوره من الشمس هكذا المؤمن يستمد نوره من المسيح فينعكس هذا النور على العالم من حولنا ثم الكتاب يقول أسلكوا كأولاد نور أنتم نور يعني بسمينا خلاص صورنا منحمل صفة المسيح بيتكلم عن نور الخلاص هذا هو المسيح مسيح هو النور طبيعته النور مكتوب عنه عن الله ليس فيه ظلمة البتة ساكن في نور لا يدنى منه اللابس النور كثوب تتكلم عن قداسة الرب تتكلم عن جمال الرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة